بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله أهلاً وبرحباً بكم تحدثنا في الفيديو الأول عن كيفية تحقيق الربح من اليوتيوب عبر نشر الفيديوهات فكما هو موضح بالنسبة للشروط ألف مشارك أربعة ألف ساعة خلوة القناة من الأنذرات فبعد مرور مدة زمنية أضاف اليوتيوب شرط آخر وهو تفعيل ميزة التحقق بخطوتين طريقة تفعيل ميزة التحقق بخطوتين سهلة جدا تقوم بالذهاب إلى الإيميل تقوم بإضافة رقم الهاتف بعدها تقوم بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين فكما تلاحظون بالنسبة للشروط اليوتيوب حالياً أصبحت حوالي أربعة شروط ألف مشارك أربعة ألف ساعة ميزة التحقق بخطوتين وخلوة القناة من الأنذرات وفي حالة ما تمامت أحد هذه الشروط ستصبح باللون الأخضر كما تشاهدون الآن بالنسبة لهذه الواجهة بعد اكتمال جميع الشروط تصبح جميعها باللون الأخضر ثم تقوم بإجراءات المتبقية لتحقيق الربح من على اليوتيوب ننوه إلى نقطة أخرى بالنسبة للشروط بالنسبة لساعات المشاهدة حاول نشر فيديوهات تكون طويلة نوعاً ما لأن فيديوهات الشورتس وهي فيديوهات تقل مدتها عن 60 ثانية لا تحتسب ضمن الساعات المشاهدة كما هو موضح هنا بالنسبة للشروط لاحظوا جيداً تقول لك ما هي ساعات المشاهدة العالمية التي يتم احتساب ويتم احتساب ساعات المشاهدة الصالحة الناتجة من فيديوهات علنية حالية لاستفاة متطلبات الأهلية للمشاركة في برنامج الشركاء يوتيوب أن الفيديوهات التي يتم تشغيلها من الرفق قصص وفيديوهات قصيرة أو كجزء من حملات إعلانية لا يتم احتسابها ضمن متطلبات أهلية للمشاركة في برنامج الشركاء يوتيوب لذلك قم بنشر فيديوهات تكون فيديوهات تعليمية أو تكون فيديوهات ذات جودة ممتازة يفوق مدتها الدقيقة وتكون غير تابعة لحملات إعلانية حتى تتحصل على 4000 ساعة في أقرب مدة زمنية هنا نكون وصلنا إلى الفيديو الثاني من تعلم كيفية تحقيق الربح من علاء اليوتيوب نلتقي في الفيديو الثالث شكرا لكم على المشاهدة